نبقى في ملفاتنا المتعلقة بالكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في تركيا وسوريا وبالطبع هذه الأوقات العصيبة نمر جميعا بمشاعر حزن وقلق مما حدث حول الجانب النفسي في هذا الموضوع وحول كيفية إدارة المشاعر والتخلص من الأخطاء في التفكير وقت الكوارث تحدثنا الأستاذة منيرة عثمان الاستشارية النفسية والأسرية أهلا وسهلا بك أستاذة منيرة أهلا بكم أول شيء تعزينا لأهل تركيا وأهل سوريا عظم الله أجرهم ويا رب إن شاء الله يخفف عنهم آلامهم يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم اللهم آمين أستاذة منيرة معك بداية دعينا نتحدث عن فكرة إدارة المشاعر أصلا ما هو هذا المفهوم؟ إدارة المشاعر أنه يكون عندنا الأول افهم مشاعري لما أنا افهم مشاعري وشو هي مشاعري جايتني هي غضب هل هي حزن هل هي قهر إحنا عنا بالسايكولوجي عنا دائرة المشاعر فيها مجموعة كبيرة من المشاعر فأنا لما أبتدي أفهم مشاعري وبالتالي أدرك مشاعري وبالتالي أعرف عبر عنها أستطيع أن أدير هاي المشاعر ليه؟ لأن سواء كانت مشاعر سلبية أو إيجابية لما أنا بديرها فبستفيد بأفضل طريقة لحتى أنا أقدر أتجاوزها سواء كانت سلبية أو حتى مشاعر إيجابية لأن البعض لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره يكبتها أو يمنعها أو يهرب منها فأفضل طريقة هي التعبير الصحيح لأن لما بيقدر دير مشاعري بيقدر عبر عنها صحيح وبالتالي بوصل لأفضل قدرة على التحكم بسلوكي وإنفعالاتي وبالتالي أفضل في تصرف في وقت الأزمة وخصوصا ما يكون في عندي مشاعر سلبية أصعب من مشاعر الإيجابية الفرح سهل الواحد يعبر لكن الحزن التعبير على الحزن التعامل مع مشاعر الحزن إدارة مشاعر الحزن إدارة مشاعر الغضب يبقى فيها أصعب شوية طيب أستاذة مونيرة كما هو معروف في علم النفس الأفكار تؤدي إلى الشعور ومنها تؤدي إلى السلوك هناك مجموعة من الأفكار الخاطئة التي يمكن أن تجتاح عقل الإنسان خصوصا وقت الكوارث لأنه بيكون مصاب جلل أخبرين حول طبيعة هذه الأفكار يعني حتى كل من يشاهدنا يحاول أن يفهم مشاعره فيما بعد بشكل أفضل تمام إحنا عنا قاعدة بالسي بيتي العلاج المعرفي السلوكي ومن القواعد الأساسية مثل ما قلتي الأفكار لما بيصير أي موقف موقف الزلزال يبتدي يجينا أفكار هاي الأفكار الخاطئة اللي هنحكي عنها هلأ ونحكي عن أنواعها بتولد شعور الشعور لما يتولد الشعور بالحزن أو الغضب أو أو يبتدي تولد عنه سلوك قد يكون خاطئ فأنا لما من الأول أفهم أفكاري وإفهم مشاعري بدل أتحكم أكتر بهذه الأزمة شو أخطاء التفكير؟ منها مثلا التعميم يعني مثلا التعميم أنه والله كل زلزال حيصير كل الناس حتموت هاي فكرة خاطئة أو المبالغة هاي فكرة خاطئة فأنا لازم أفهم طبيعة الأفكار اللي عم تجيني نعم أو قراءة أفكار الآخرين آه هنه هيك عم يقولوا بالأخبار الظهر هنه عم يخبوه هاي قراءة خاطئة تمام أو تفكير كارثي تفكير تشاؤمي آه أكيد بقى الزلزال يبقى حيصير كوارث حيصير كذا آه إحنا عنا واقع لكن هذا الواقع إحنا لازم نحدد حجم المشكلة الصحيح وما نخلي الأفكار الخاطئة تزيد عنها لأنه لما يصير أفكار خاطئة وبالتالي أنا شعور عندي حيصير في الزندي وبالتالي السلوك ما حعرف أنا يتحكم فجزء من تحكم من مشاعري وإدارته أني أنا أفهم وأوعى شو هاي الأفكار اللي عم تجيني لذلك بغير وقت الأزمات بنقولهم دايما اعملوا تمرين إدارة الأفكار اكتبي شو تتأفكار هلا عم تجيكي شو في هاي الفكرة قدامك هل هي صحيحة طب شو بيدعم هاي اسمها إحنا أسئلة سوقراتية مستخدمة فنية شو بيدعم هاي الفكرة هل هاي الفكرة مئة بالمئة صحيحة طب عكس هالفكرة شو وبالتالي بيصير حوار مع المخ المخ مع حاله بيبتدي يفكر ويصير حوار إيجابي لا والله هالفكرة مو ضروري تكون من مئة بالمئة صحيحة وبالتالي هي فكرة خاطئة طب شو البديل عنها لذلك كتير أخطاء التفكير احنا عنا 23 خطأ من التفكير منها التعميم منها المبالغة منها قراءة أفكار الخاطئين منها الإسقاط كل شي بيصير عندي يسقطوا على الآخرين كتير أشياء من الأفكار الخاطئة اللي قد بوقت الأزمات اتزود الكارثة بدل ما أنا حاول ساعد حاول شوف حلول حل المشكلة قوعب بمشاعري قوعب أفكاري وشوف أنا شو بقدر بالعكس أنا عم ساوي لود على نفسي وعلى الآخرين حتى بتضر بنفسي وبالآخرين نعم إذن ذكرت خطوة أولى في مسألة إدارة المشاعر وتصحيح الأفكار إنه نكتب ماذا بعد؟ تمام نكتب أصدك أحكي عن خطوات إدارة المشاعر نحكي عن خطوات إدارة المشاعر أول شيء يا أحباب إحنا لازم نتقبل مشاعرنا هيا لما يقولوا لك جاي لك ضيف تقيل على قلبك حاكوك يقولوا في ضيف جاي هذا الضيف لو أنت عدت جواتك تقولي هذا الضيف جاي يا الله ما بدي تستقبله أنا تعباني أنا كذا لما بيجي قاعده هيك قدامه متودرة ومتدايق أو بيمر عليك إلى عشر دائق طب أنا حتقبله وحاول أتعامل معه نعم فتقبل هون عن هون بيفرق أني أنا أولا أتقبل مشاعري هذا بيسموه عنا بالسيكولوجي تخفيف الضغط تخفيف ضغط هاي المشاعر فأول شيء في إدارة المشاعر أني أتقبل مشاعر الحسن أتقبل مشاعر الغضب أني أنا طبيعي يجي لي هاي مشاعر إحنا بشر الله عز وجل خلق فينا المشاعر لأهميتها أنه أصلا تحمينا جزء من المشاعر تحمينا لما الأم بتشوف ابنها في خطر مشاعرها الخوف بتخليها تركض بتخليها بتحاول تتصرف فلذلك أول شيء أنا لازم أتقبلها المشاعر اتنين أني أنا استخدم التنفس الاسترخائي اللي هو أخذ النفس بعمق هتقولولي هلأ وقته بالأزمة أنا لما بتدرب قبل الأوقات يعني قبل الأزمات كون بين حياتي في تدريب على إدارة المشاعر لما يكون عندي أزمة صحيحة بعرف أتصرف صح فأنا بتدي أخذ التنفس الاسترخائي اللي هو أنا أخذ نفس عميق طبعا هلأ لدي الوقت البرنامج بس المفروض الواحد بيأخذ النفس بعجلة الخمسة حتى هلأ لو حستوا بتوتر اعملوه بتهدو مع الأخبار شايف الأخبار وطبيعة الأخبار اللي عم نسمعها فبتاخذي تنفس عميق واتبعتي وانت هم تاخذي للخمسة وبتطلعي شوي 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 فأول شيء إدارة المشاعر إني أتقبلها اتنين إن أنا تنفس تنفس استرخائي لحتى إحدى ثلاثة مصدر هاي المشاعر شو إحنا عنا بالديبيتي اللي هو الأحدث من السي بيتي العلاج جدلي السلوكي بيقلك إن المشاعر تتولد عنها مشاعر يعني أحيانا بيكون في مشاعر أساسية أنا شفت مثلا برنامج تولد عني إنه شعور بالحزن هاي مشاعر الأساسية بعد شوي قابلت ابني مثلا ما عم يدرس فغضب بس أنا أصلا المشاعر الأساسية اللي عم تحركني على ابني بالغضب مين الحزن فيمسي علي فأنا لازم أعرف سلسلة المشاعر اللي عندي شو وأعرف شو مصدر المشاعر اللي عم تدايقني فلما أعرف مصدر الشعور أنا الأول اتقبلته هديت عرفت هذا المصدر وبالتالي بتدي حلل طيب أنا هلأ بأزمة زلازل حللت مشاعر عرفت شو سببها شو أنا تكون بقدر شو بقدر ساعد اللي حوالي حل المشكلات كيف أنا بقدر ساعد الناس اللي عندها المشكلة طيب أنا اللي ببي المشكلة كيف أنا أقدر ساعد حالي اهدى وحتى أعرف أني أنا أتكيف مع هذا الوضع نعم تمام وبالتالي أنا بهدى كلما الإنسان هديت مشاعره هديت أفكاره وبالتالي نتج سلوك أفضل وكمان نحية الإيمانية بتفرق التسليم الحصن الظن بالله أنا بسميها مطمئنات القلوب إحنا عنا نحية نفسية ونحية إيمانية صحيح إني أنا أستسلم لأقدار الله وحصن ظن بالله إن إن شاء الله خير أكيد هي مصيبة مؤلمة ومتعبة وإلى الله يعين كل من يعني حدا فقط حدا من أهله أو أولا ولكن حصن ظن بالله ومع البلاء دايما بيجي لطف هذا استسلام لأقدار الله بيخلي القلب في سكينة فبيخالي قلب حتى يعرف يهدى يعرف يتصرف لإنحنا عنا في شغلة اسمة اللوزة بتعرفي اللوزة الدماغية في المخ لما الإنسان يغضب أو يحزن أو يتوتر بيصير عنده هاي اللوزة بتبتدي يصير فيها الوصلات حتى اللي بتوصل الأحماض الأمنية بيصير فيها تقلص ما بيصير فيها تمدد فبيصير واحد شو بيقليك المغضبان ما تقدر فكر صح ما عارف أخذ قرار وبالتالي ما عم يارف يتصرف لكن لما شوي يهدى يبتدي الأكسجين ينتعش العقل يبتدي يفكر ياخد قرار ياخد أكشن صح يبتدي ياخد قرار صح ما يعمل قرارات غطأ وخصوصا إن البعض عنا بهذه المواقف في ثلاث أماط من التعبير النمط الأول اللي هو الانسحابي اللي هو يكبت يهرب شو بيسبب أمراض ومشاكل نفسية النوع النمط الثاني العدواني اللي هو بقى انتو السبب والمشكلة كذا وفهمت عليه ويطلع المشكلة السبب يعني زلزال شو دخل فهمت عليه فيه يعني قدر فيبتدي يكون عدواني في تعبير عن المشاعر وبدال ما يحل المشكلة يأزم المشكلة نعم أما النمط الثالث وهو الاسيرناتف اللي احنا بنسميه بالسايكولوجي توكيد الزات وهو الإيجابي وهو التوكيدي بعبر عن مشاعري بطريقة صحيحة لا تؤذي الآخرين وبطريقة اني انا اقدر اقولي لجواتي وبطريقة تساعدني على اني انا اتخذ القرار الصحيح وارفض الشيء الممناسب الي وكمان اني اعبر عن هاي مشاعر الحزن بحيث ان ما تؤلمني واطلع من هاي المشاعر الحزن بقوة بأمل بطاقة اني انا واتس بعدين وبعدين الخطوة الجايشو لان انا طول ما اقعد به هالشعور مكبت عرفتي احاطت حالي بدائرة هاد الشعور والألم قاعد بكبت مكلي القيود مسكرني ونخليني اعرف تسرب نعم بس فهي اهم الخطوات وطبعا مكلم ما قلنا التسليم امن يجيب المضطر اذا ندعاه التسليم الامر الله حسن الضم بالله الدعاء ان يرفع البلاء امور تخفف تمام الصدقة ما شاء الله على اهل تركيا المسجات كلها عم تيجي انه كيف نساعده بالشام هذا كله بيساعد الانسان ان يحاول ان يعمل شيء يعبر عن هاي الطاقة لجواته بالألم والحزن يعني حقيقة شكرا جزيلا للاستاذة مونيرة عثمان الاستشارية النفسية والاجتماعية واقتصاصية تعديل السلوك على هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر